سوق العمل في ضوء الرقمنة والذكاء الاصطناعي شعار أدرجه الصالون الوطني للتشغيل والتكوين والمقاولاتية في طبعته الثامن عشر التي ستنطلق فعاليتها بداية من التاسع والعشرين من الشهر الجاري موعد لا يمكن تفويته بالنسبة للباحثين عن فرص جديدة في عالم الشغل التركيز على استقطاب شريحة الشباب بدرجة كبيرة استراتيجية يسعى لتحقيقها الصالون الوطني للتشغيل خلال هذه الطبعة وكذل مساهمة في التعريف بالاقتصاد الرقمي كعامل المهم للرفع من قيمة التنمية والانتاجية عبر مختلف المؤسسات الخاصة أو الناشئة أو حتى العمومية هناك مشاركة كبيرة ومشاركة واسعة من المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة وهناك مشاركة ثانية مشاركة كبيرة للمدارس والمعاهد ومدارس التكوين والمؤسسات المساقرة للستارتاب ستكون وكالة رفيق في تنظيم هذا الصالون من خلال تنظيم عدة نشاطات منها محاضرات سيري دو كونفيرانس منها كذلك ورشات ديزاتولي دو فورمسيوم وكذلك ديبانا اللي رحين يقدمهم ورحين نشطهم خبراء من الجامعة الجزائرية وكذلك من المجال المهني والحرفي كذلك تسجيل مشاركة عشرين الف زائر خلال طبعة الماضية رقم قد يتضاعف خلال هذه الطبعة التي لا تقتصر أروقتها للبحث عن فرص مهنية بل تضم التوجيه المهنية وإنشاء المؤسسات وآليات التمويل واكتشاف مهارات ومواضيع جديدة تهتم بالانتعاش الاقتصادي للبلاد